اشتركوا في القناة ومرتفع إلى أكثر من 60% خاصة على بعض المناطق الساحلية وداخل البحر فرص ضئيلة لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة لقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق نستمر معنا حتى نهاية هذا اليوم الأجواء الحالية في مدينة الكويت الأجواء لا زالت غائمة جزئيا مع استمرار الهوى الجنوبي شرقي سرعتها الحالية 20 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 30 درجة مئوية رطوبة نسبية في مدينة الكويت حول 43% أما الرؤية الأفقية إلى الآن متراجعة بفعل الغبار العالق حاليا 7 كم في مدينة الكويت صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب الكثيف على دولة الكويت خلال منتصف هذا اليوم حاليا الأجواء صافية خالية من السحب مستمر معنا هذه الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي الضعيف مؤثر علينا بهوى الجنوبي شرقي إلى متقلب الاتجاه لكن خلال يوم الغد سنلاحظ دخول امتداد مرتفع جوي مرة ثانية مع عودة للرياح الشمالية الغربية على أغلب المناطق في شبه الجزيرة العربية ستستمر معنا هذه الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة أيضا متوقع نشاط للرياح الشمالية الغربية في نهار يوم الغد قد تصو سرعتها إلى 40.45 كم في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا مع استمرار الهوى الجنوبي شرقي خفيف السرعة على المناطق الساحلية وداخل البحر لكن أيضا لاحظ تحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد خفيفة إلى معتدلة السرعة لكن أيضا متوقع نشاطها من حين إلى آخر على هذه المناطق قد تصو سرعة الرياح أحيانا إلى 45 كم في الساعة مثيرة للغبار على هذه المناطق أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة عشرينية ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر مع دخول ساعات صباح الأولى من يوم الغد نلاحظ نشاط في الرياح الشمالية الغربية على أغلب المناطق البرية وكذلك على المناطق الساحلية وداخل البحر قد تصو سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم في الساعة لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر في صباح يوم الغد خاصة مرتدين الطرق السريعة خارج المدينة من بعض الغبار المثار لراحي صاحبة دني وتراجع في مدى الرؤية الأفقية أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في صباح يوم الغد عشرينية ما بين 23 إلى 27 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر منتصف يوم الغد استمرار في الهوى الشمالي الغربي خفيفي لم اعتدل السرعة لكن أيضا متوقع نشاطة من حين إلى آخر نلاحظ أيضا مع استمرار الهوى الشمالي الغربي بدأت تتقل أو راح نلاحظ تتقل السحب تدريجيا على أغلب المناطق العظمى المتوقعة ثلاثينية 33 إلى 34 على المناطق الساحلية وداخل البحر أما في مدينة الكويت مطار الكويت الدولي متوقعة تصل ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية أما على المناطق الغربية في الشقايا والسالمي تستمر معانا 35 إلى 36 درجة مئوية مساء يوم الغد تتراجع سرعة رياح شمالية الغربية متوقعة تصل ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة مع أجواء صافية خالية من السحب بوجعام تستمر معانا هذه الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة البحر في يوم الغد راح يكون خفيف لمعتد الموج يعلو أحيانا خاصة في فترة النهار مع نشاط الرياح الشمالية الغربية قد يصل ما بين 2 إلى 6 أقدم أما مساء مع تراجع سرعة الرياح متوقع يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 أقدم ولازلنا في فترات الحمل التي تكون فيها تيارات الماء قوية المواقعات بدنا الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير راح يكون ساعة ثلاث وستة وثلاثين شروق الشمس ساعة خمس وثلاث دقائق أما موعد أذان المغرب ساعة ست وستة وعشرين دقيقة تقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة باتر راح يكون الهوى شمالي غربي خفيف لمعتدل السرعة ينشط من حين إلى آخر خاصة في فترة النهار قد تصل سرعة ما بين العشرة إلى أربعين كيلومتر في الساعة أجواء مشمسة بوجعام قد يكون هناك بعض الغبار المثار على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة العظم المتوقع ستة وثلاثين وصغرى سبع وعشرين درجة مئوية ستتراجع سرعة رياح الشمالية الغربية مع نهاية نهار يوم الغد يستمر معنا الهوى شمالي غربي في يوم الأثنين والثلاثة مع أجواء مشمسة بوجعام هناك أيضا فرص ضئيلة لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في نهار يوم الأثنين أي في واحد رمضان العظم المتوقع سبع وثلاثين وصغرى ستة وعشرين درجة مئوية استمرار أيضا في الهوى خفيف إلى معتدل السرعة في يوم الثلاثة ثمانية إلى ثمانية وعشرين كيلومتر في الساعة مع أجواء مشمسة والسماء صافية خالية من السحب العظم ثمانية وثلاثين وصغرى سبع وعشرين درجة مئوية هوى شمالي غربي إلى متقلب يوم الخميس سيرجع معنا الهوى الكوس وأيضا ستبدأ تتكاثر بعض السحب تدريجيا فرص ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة في يوم الخميس سنوافقكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة العظم المتوقع سبع وثلاثين والصغرى سبع وعشرين درجة مئوية أعزاء المشاهدين إلى هنا تنتيج جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم اشتركوا في القناة